ويمكن يعني وصلنا لغاية دلوقتي ومعرفش هنوصل ايه في نهاية الحلقة رقم واحد الندم الندم على اللي فات الندم على قرار انا خدته الندم على زوج انا انفصلت عنه الندم على شغل انا سبته الندم على اي حاجة بيعتقى في حياتي واندمت عليها الندم عزلت من بيت لبيت فندمنا لا يمكن الاول كان احسن الندم اول حاجة بتكسر نفسيتنا وبتخلينا اوفر سينكينج تقولي الوقت هل انا صح هل انا غلط تاني حاجة الناس المحاطين اللي حوالينا صحابي على فكرة يا عمر انا يعني وخجلانة وانا اقولي الكلام اللي انا هقوله ده احيطول الوقت بنحس بالامان في بيت العيلة مع الاب والام والاخوات لكن احنا بقينا نشوف حلقات برضو كتير جدا ان الافكار السلبية والطاقات السلبية مش بتخرج من العيلة مش بتخرج من العيلة يعني دوسة انا بقولها وانا يعني قلبي مش جايبني ان انا اقولها لا انا ممكن والدتي تديني فكرة تكسر ما ادي فيه تخليني ما بنامش تخليني تحسسني قدي انا فشلة تحسسني ان حياتي قدي ايسو ده بقرار انا اخدته رفع عليك فيعني مش بس الصحاب الاهل والاب والام والعيلة رقم واحد اللي هايز ينجح في حياته انا بدي له نصيحة معينة خليك دايما محاوط نفسك بنفسك في حتة النجاح والمستقبل دايما الاهل بيكونوا شايفين وزلمة اللي هما وصلوا له بالزبط انا بابايا وصل لغاية ايه هو ده اخره وده اكثر مجهوده من اللي هو عمله يحترم عليه وشكرا يا بابا اللي انت وصلت لحد كده وكذلك ماما وكذلك اخويا وكذلك عمي وخالي وعمتي انتم سعيتهم وده كان مجهودكم ونتاجكم احنا المستقبل بتاعنا الشباب مستقبلها ليها الحياة بتاعتهم غير بتاعتنا الخمس سنين اللي فاتهم ازاي النهاردة فما ينفعش ان انا اقيس اللي حصل لبابا والماما والعيلة واخد منهم قرارات امتى اخد من بابايا ومامتي قرارات لما كون المستقبل بتاعهم شايف ان هو مرسم صح وهم رسموه لي صح وانا طالع بس اكمل بقية الرحلة لكن الاغلبية في المجتمع اغلبهم لهم لم توقفوا عنهم اصل الكلمة من الاب بتجرح وتموت ومن الام بتقذي ومن الام بتقذي يعني انا ممكن صاحبتي تكلمني تقولي رأيها عادي ممكن يدايقني شوية لكن ماما هتفضل قعدة قدامي لكن ماما انا حس ان انا امي شايفاني فشلة فلا ادي دي تموت تخلي فيه انهيار في المستقبل كله بالزبط فعشان كده انا بس عايز احط خط تحت حتة العيلة والاخوات والام والاب برضو ممكن حزاري لو هم طبيعتهم كده بيعنفوا طول الوقت بيهدوا كلام سلبي فما تاخدش منهم الكلام السلبي ده تقدير الزات بيتبنى يعني في الانسان عشان يكون شخصية مستقلة في حياته وشخصية تكون فعلا صح مش اعتمادية وتكون شخصية سوية في المجتمع وسوية قصاد نفسه لازم يتبنى عنده حاجة اسمية تقدير الزات برابع عليك ان حضراتك قلت الجزء ده مهم قوي تقدير الزات ده أول حاجر أساس فيه بيتحط داخل الأسرة الأهل الأهل هم اللي بيبنوا ان ابنهم ده يطلع عنده تقدير لزات قيمة لنفسه إضافة لنفسه في الحياة شخصية عندها ثقة بنفس زي ما احنا بنقول كده عنده استحقاء لنفسه ونركز قوي تحت كلمة استحقاء أنا اللي بعلم ابني ان يكون عنده استحقاء لصحابه دول انت بتستحق ان انت تصاحب الفئة دي وتستحق ان انت ما تصاحبش دول وتستحق ان انت تختار الوظيفة دي والعمل ده والدراسة ده وشريك حياتك ده تستحق فمن بدري انا اللي مسؤول عن تجهيز ابني في الاستحقاء ده فماكنش مخلي ابني شايف نفسه قليل شايف نفسه قليل لان الاهل دايما بيخلوا ابنهم قليل ايوا صاحب عشان كده ودي كارسة انا بشوف ناس بتعاني بيشوف اولادي الناس اعلى منهم ايوا بالزبط ودي كارسة لان الاهل اللي مصغريني يعني مهما عليت ومهما عملت انا مش شايف نفسي في عينه وامي مش شايف النجاح في عين بابا براحة حقيقي برافو عليك بجد المفروض انا كاب او كام لما تكوني شايفة عيب او دفوه في شخصية ابنك او في شكله او في ملامحه انت اول حد يكون بدري عن الناس وانت اول حد بتديله صبورت فيها دعم فيها ان هو ما يحسش بخجل او ما يحسش بإحباط او ما يحسش بيأس يعني انا عارض مرة دراسة يا عمر ان كانت فيه ام وهي بتربي ولادها يعني مهم هقول خلاصة الدراسة من كتر هي ما بتعلي استحققها ببنتها فكانت كبع على قضتها من برا دكتور نريمان اللي هي اسم بنتها فاللي هي البنت كانت مبسوطة جدا بنفسها حاسة ان مهمتها بتقولها يا دكتور ولما كانت دايما بتناديها وسط صحابها وفي النادي بنت صغيرة لسا لها دكتور نريمان فابتدى الاستحقاق يعلى يعلى وبعدين قالت طلعت فعلا دكتورة وخادت معرفش ايه جايزة ده استحقاق هو ده اللي انا بقوله انتو بتبنوا الافكار الايجابية من بدر كده بتجهزوها جوه ولادكم فبالتالي الوفرثينجينج لما هيجيله هيجيله فكرة ايجابية بمسبب انا كنت دايما بكتب قدامي وانا بذاكر منو انا لسه في مرحلة الاساس اللي هو الابتداء والاعدادي والسنة والجامعة كنت بكتب قدامي يفطى كده بخط ايدي وانا خط كويس دكتور عمر شليل على طول كنت اكتب ده قدامي ايه ده يعني فعلا اهو عملي فعلا ده استحقاق انا كنت شايف كده مع ان في المقابل الدعم كان قليل